السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ الاعزاء تلميذ السنة الرابعة متوسط جبت لكم اقوى اقوى فيديو راح تشكروني علي بزاف صحة ما تنسونيش باللايك اوكي اينا اذا حبيلي جبت لكم الوضعيات ادماجية اللي الناس كامل تستنى فيها هكذا باش تعاونكم في الاختبارات ستوعكم على بل يبدأوا غضوة ان شاء الله الاختبارات الاثنينة اوكي سو نقولكم كامل بالتوفيق صح حاليا يقول كتب لي وضعيه حولة لندمارك هكذا صح عاليا لندمارك وسموه تجمحه المقام الشهيد اي 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 معلم لوكيشن هو الموقع اكتب معي لندمارك هو المعلم نقوله لندمارك اونا نقوله مونيمنت هاي هنا اكتبتها مونيمنت مونيمنت هي زينو اللوكيشن ولا السيطواتين لوكيشن هي الموقع الموقع سيتي اوف اغرا يعطيك الموقع هنا عادي جداً نوكي بيهب مكشوش يعطيك هنا لسانسيال تبع لي معا هاذ اللوكيشن ها هاذ اللوكيشن اوكي صح date of construction تاريخ البناء راها تبعين تلاميذي سنة وزيدوا شمتا نكبروا شوية باش تبعين صح اوكي date of construction تلاميذي اعطيها لك between between ركزي على هذه between صح زيد اعطي لي هنا عندي constructor constructor تر ولا builder هذي builder راهاي خاطي designer founder architect هذي زي والاخرين زي صح هذي كياتي constructor ولا builder ها هو هلا يلا الاسم تاعوا اوكي ما يهمناش الاسم نحن هاذا وش يهمني هذي ها يهمني هذي يهمني constructor و builder اوكي صح لنشرح لكم بعد نشوفوا الحل كيفا reason of construction اه سبب التاع البيناء سبب البيناء صح اها materials مواد البيناء height الارتفاع description يعني كيفاش نتوصف هذ المعلم يعني يقولك استعمل amazing يقولك قول بلي راهو famous tourist attractions و لا attraction one of the seven wonders of the world واحد من عجائب السبعة للعالم يعني يعني يجذب السياح يجذب التوريس اللي هما السياح ساحا وش نديروا تلاميذي شوفوا عندي اول حاجة نبدأ بها هي لند مارك صحة هي لندماك انا قلت لكم هنا واحد الحاجة الشابة بزيف اسم لهم صغروا شوية برك باش تبان تبع معي واحدة واحدة برك انا قلت لكم حط لي اسم المعلم اوش ده is one of the most famous لندماكس around the world زد لي هنا the the world يعني اذا انت معلا بلكش بالمعلم هذا الموقع التاعو حط لي around the world around the world ولا around الجيريا around ما يعطيكش الكانتري ما تكتب والو احنا تجمح اللي هنا ما اعطاني شوش منه الهندسك والصين اكتب له around the world خلاص يعني وش تحفظ هذه هذه لازم يكون على بالك بها is one of the most famous around the world حول العالم خلاص صح اوكي نجيو هنا يدركتيك الى allocation allocation وش نديره it is located it is located it is located ورد بلك تمثلي is هذه it is located in وحط لي الموقع هذا اللي بينه هذا اللي موره النقطتين ها خلاص city of agra برك هذا ما كانت الماذي وش تحسب فيها انتية حاجة كبيرة صح it was built in by شوف it was built in وقتش نحطه built هذي built ولا constructed لا خاطر هنا قال لي constructor constructor نجيب دولها constructed constructed بالإيدي تد ولا built الفعل لازم يكون في past simple رح نقوله it was constructed ولا it was built in نحط dead نحط للتاريخ هنا ها date of construction صح نكتبوها هذي نخلو شوية مكانة المقدمة باش نبعدتك نكتبوه الوضعية اذي وش رح نقوله it it نبدأ بالconstructور كي تقعد عندي لادات لادات مع البناء البناء والسبب والسبب ثاني كيف كيف السبب تعلل بنا نربطهم في ثلاثة مع بعض اياتهم التباد صح رح نقوله it was نجيب اسم البناء هاهو كينكشاش جهان نخرجوا مننا الفعل it was constructed ولا built سنستعمل built سهل ماهل it was built صح وقتاش اهنا يفديت في الديت اعطالي between 1632 and 1654 كي يعطيك زوج عوام زوج عوام او ميحط لكش between هاري وش تدير له رح تقوله it was built between 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 العام الاول العام الاول اللي هو 1600 و 32 and 1654 by 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 هذه يجي construction construction fixture يعني باش نحط اسم البناء هنا هاي لكم تلاميذي by الاول التي كينكشاش جهان صح نزيد دخل معها reason سبب البناء قال لي هنا اهي 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 ما يهمني ايش انا نحط لي انحط لي اس يحط لي وش يحط لي هنا انهزها كي مراها ونكتبها بارك صحيح خالش انا ما نعرفش كيفاش اه 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 انا كنت تلميذ يعني معنى بانيش زعمك يحط لي هنا وش نكتب له هزها كي ما هيكذا وحطها لي هلايا ها حطها لي مور باسم المصمم انه نكملوها انه ماموري ماموري اسم نكتبها الي اهي هزيتها وكتبتها مور اسم هذي هذي الريزن ها الريزن هزيتها كي ما راهي وكتبتها مور اسم المصمم بارك باش ما نغلطش خلاص اهنايا كاني ضربت كامل ثلاثة في واحد اوكي نكتبه الي المقدمة تلميذي وش راح نقول راح نقوله تاج محل تاج محل اها واش به تاج محل هذا از يعني التوب به هذا يتحول الى is احفظ لي هذي برك is one of the most famous ولا outstanding famous famous landmarks landmarks around the world is is located located ها واش قلت لكم is هذي يريد ان تنسى is تلاميذي لاذا يعطيك فعل to be أو located بين قوسين نقولك حولها لازم تحطلوا is located كيظلوا معلمين قلوا are located is located in city 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 of agra agra هي في الهند يعني india خلاص ها it was built bla 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 وكمل الوضعية تاعك عادي جدا صح نروح وضركتيك تلاميذي قلت لنا حاجة سهلة materials and height نستخدمه هذه amazing نستخدمه amazing مزع ما هنقوله this amazing lindmark اوكي اوكي تلاميذي اها نخلو هذه amazing الاخير احسن باش materials هذي تجيكم سهلة دائما تلاميذي materials نقوله it is made of هاي هاي هنا materials هاي هاي materials اوكي it is it is made of هاني صلحت هنا is it is made of ونكتبه مواد البناء دائما تلاميذي في المaterial نقوله it is made of حتى لشترك هذا made في بين قوسين يقولك make make ويعطيك مواد صنعة هنا of كما قاله هنا والراهي كما قاله هنا here marbles راح نقوله marbles ma balls هذه مية كانت تصرف هكذا is made of بس صح لو كان يكون مواد بناء خلاص صح اذا ما كانت مواد بناء تحطها made بارك حسنا حسنا هاي 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 35 احنا نقوله it is شوفوا نقوله ندروا نقطة هنا نقوله it واحد اخرى is نحطوا الرقم هنا 35 m m m high ها شوفوا هاي هذي high ولا طل نقطة خلاص نروح وذكر description description تلميذي احفظها قال this amazing landmark is a famous tourist attraction and one of the seven wonders of the world بركة ما فهم نكتبها لكم اذا ما طلقشو description ما تديروش خلاص اوك ها نكتبتها لكم تلميذي this amazing landmark هذه هذه this amazing landmark تقدر تعوض بها it it تقول this amazing landmark this wonderful landmark كما تحب انت is a famous tourist attraction and one of the seven wonders of the world يعني قالك هو من من المعالم الجذابين لسياح ومن العجائب السبعة اوك 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 نروح وذلك واحد اخر هنا في المعالم تلميذي عندنا واحد اللحية واسمها 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 هنا هنا مكانش نشوفوه هنا هاي لكم تلميذي هاي عندنا inauguration data هذه inauguration data تاريخ الافتتاح تاريخ الافتتاح تاريخ الافتتاح تاريخ الافتتاح يقول لك inauguration تاريخ الافتتاح تاريخ الافتتاح بحالة تاريخ الافتتاح او اسمه اركي تكتب اركي تكتب اركي تكتب اكتب لي اتوز ديزاين ادباي بس احكي يقولك اتوز بيوت ندخل لدات الساعة اين ونبعدها باي كما يعطي ليش لدات نقوله اتوز بيوت باي داياليكتلي اسم المعلم المصمم اشوف هنا تلاميذي يعطيك يقولك ثيرد سنتري بيسي وش تقوله عادي متخافش طول بس صحيح انه يعطي لك هكذا فرم لوفمبر بلا 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 اكتب له فرم او اعطالك فرم او اعطالك بيتوين او اعطالك فرم اكتب له فرم كما قال لك الديزاينر هو مريام كوتشيني مقام شهيد بشير يلس ستقوله اتوز بي مريام كوتشيني بشير يلس فرم نوفمبر بلا 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 تو جولاي وتكمل هذية اعطانا عيزن هنا يا سبب 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 ما اعطالش السبب خلاص تنتمنو اوضى فاكتس اوضى فاكتس تكتبها كما راهي وعندنا مموري يعني هذا المقام او هذا المعلم ستقوله اتوز اوبند تحط له غير اتبرك اتوز اتوز اوبند to be هو was خلاص التلاميذي هذا ما كان بالنسبة لي المعالم حسنا حبيبي شوفوا زدلكم هذه التلاميذي في الوكيشن يعطينا زوج بلايس كما هكذا في الوكيشن زوج بلايس سوفوا يقول لك الجيرز والجيريا سوف نقوله it is located in الجيرز فاصلة الجيريا هكذا يعطيك زوج مواقع حط له فاصلة الاخيرة ان الاولى فاصلة الاخيرة بارك نجيو هنا يا تلاميذي للشخصيات صح عدنا بابلو بيكاسو بابلو بيكاسو يعطينا date and place of birth date and place of death يعني تاريخ الميلاد تاريخ الوفد الجنسية يعني واش نرصم بابلو بيكاسو مالك بالنبي عدنا name عدنا تاريخ الميلاد عدنا مكان الميلاد عدنا جاب المهنة عدنا books وش كتب وعدنا date of death نبدو بابلو بيكاسو بابلو بيكاسو وش راح نقوله نفس المقدمة المعالم عادي كيف شميس نفس المقدمة المعالم راح نقوله بابلو بابلو بيكاسو is صح هنا يطالي الناشيوناليتي Spanish يعني is a Spanish Spanish out standing out standing out standing out standing كتبتها لكم هنا يا تلاميذي هذه خير ها الاسم الكامل is a out standing او كتبتها لكم صح نكملوها هنا is a Spanish out standing out standing out standing figure figure yes figure in figure ok بابلو بيكاسو is a Spanish out standing figure ولا تكتب لي figures in the world خلاص خذيها فيقول ليا وحبز خلاص هالي تكفييني صح وش راح نقولي بعد التسيق وش تيجي خلاص دلنا الجنسية دلنا الجنسية a occupation اذا اندخل l occupation معه عن جنسية عاودوا بابلو بيكاسو is a Spanish painter isn't this supposedly a Spanish painter هذلك a painter لنضرب صفرين في حجر 1 Is a Spanish painter our standing figure إذا خلق دخلت المهنة حقا مع التعريف لا يدعى بابلو بيكاسو أرد إذن نذهب إلى date and place of birth date and place كيف سنقول سنقول لازم لي وزا تلاميذي هذي تاريخ كامل نضع لن نضع لن نضع لن اكتوبا 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 1881 ان مالاقا مالاقا اكتوبا اكتوبا هذي المعلومة تلميذي كنت احفظوها صنفوها بعدها في رحلة رحلة حول يوروبا زع ما تقولوا رحت الاسبانيا سبينا اي وانتو سبينا بكوز اي وانتو نرى بابلو بيكاسو اكتوبا مالاقا ادخل هذا في هذا وتزبدلنا وضعية من خلال هذه الوضعية بعدها حولها رحلة صحة لا علينا بعدها نصرح لك الرحلة اكتوبا هنا اكملت date and place of birth وش يجينا هنا يجينا قبل ما نضعوا قبل ما نختموا بال date of death نجيبوا هذه title of famous painting قال لك هنا painting يعني رسمة رح نقولوا he painted جورنكا بارك اوك he painted بعدها نقولوا بابلو بيكاسو نعودوا الاسم بابلو مالك بن نبي date and date of birth and place of birth جاب المهنة المهنة هنا ندخلها مع صحة لا ندخلها مع حتى حاجة المهنة هذه ندخلها مع الاسم المالك بن نبي هذا اوكي وش رح نقولوا رح نقولوا هنا في ورقة اخرى رح نقولوا مالك بن نبي مالك بن نبي مالك بن نبي مالك بن نبي اسم حولي باركة تلميدي على الطفلة مالك بن نبي is يخي هو الجيري وزيد فيه الجيريا اذا رح نقولوا is an الجيريين 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 ها الجيريين مالك بن نبي الخروج الالجيريين الفيلوزفر الفيلوزفر يونيفرسيتي لكتر المهم تكملها كامل اوكي الفيلوزفر يونيفرسيتي لكتر دخلت المهنة مع مالك بن نبي كما نعرف الجنسية سوف نقول مالك بن نبي سوف نقول مالك بن نبي عادي نورمال كتب مالك بن نبي سوف نقول مالك بن نبي كان بورلا مالك بن نبي عملا في مالك بن نبي أولاً 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 أعطي لي غير نخر أولاً 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 لقد وجدت تلميذي أولاً 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 اللادات الكاملة خلاصة تلميذي رح نقوله البوكس رح نقوله يعني هذه وضعيات بسيطة جداً لايك لهذه و صحة؟ خلاص نكتبوه الكتب فقط هي تلميذي الكتاب الأول و الكتاب الثاني إذا طالي عام نقول أن هذه الأول 1948 الثاني 1954 رح نقوله مالك بن نبي أولاً هذه الثاني و هذه الثانية تمت عام و ستنة وكملنا الوضعية هذه لكم الوضعية تلميذي بدينا بدينا بالعقل 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 كملنا بضعية صحيحة لا يخصها شيئاً غير اللايكت مبارك نعطيك معلومة أخرى إذا أعطاك زعم المكان وين درسه يعني أين درسه يقولك زعم درسه في باريس ولا درسه في تزاير ولا باريس وتزاير وش رح نقوله رح نقوله يعني هو درسه وقرأ في باريس وتزاير وقرأ في باريس وتزاير يقول لك المكان اللي درسه فيه خلاص يعني تعلمه أو درسه يقول لك هذه بنسبة للشخصيات ترجمة نانسي قنقر